بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في فيديو آخر وتمرين آخر من سلسلة تمارين التحدي والأولمبياد ليكون x عدد حقيقي غير منعدم حيث جضم ربع x-1x زائد جضم ربع 1-1x تساوي x إذن السؤال أوجد حلول هذه المعادلة إذن كالعادة وقف الفيديو خذ الوقت ديالك فكرم زيان في الحل ومن بعد رجع أكمل الفيديو كم ملاحظة هذا القناة فهي تقريبا قناة عامة نشر فيها فيديوهات مختلفة ومجالات مختلفة إذن انشأت قناة أخرى احتياطية لإن شاء الله غالية تكون خاصة فقط بتمارين التحدي والأولمبياد لمادات رياضيات ونقدر نضيف لها أولمبياد لمواد أخرى واللي أريد نخللكم الرابط ديالها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو إذن على بركة الله لحل هذه المعادلة أول حاجة هنا عدنا جضم ربع عدد زائج جضم ربع عدد يساوي x وكان عرف أن x عدد حقيقي غير منعدم وبالتالي العدد x أو الحلول اللي قد نلقى خصة تكون أكبر قطعا من الصفر تاني حاجة خصة ننضرسه أو خصة تكون إشارة داخل الجدرين أكبر من أو تساوي الصفر إذن ناخد هذه الحالة هذه واحد ناقص واحد على x بعد سوحيد المقام قد نحصله على x ناقص واحد في البسط إذن بالنسبة للمقام أكبر قطعا من الصفر بالنسبة للبسط خصة تتاوي يكون أكبر من أو يساوي الصفر هذا يعني أن x ناقص واحد أكبر من أو تساوي الصفر وبالتالي x أكبر من أو تساوي واحد وبنفس الطريقة بالنسبة للحالة الثانية هل نحصله على x أكبر من أو تساوي واحد إذن الحلول اللي قد نلقها خصة تكون ضروري أكبر من أو تساوي واحد إذن لحل هذه المعادلة بإمكان نرفع طرفين ديالها أس اتنان لحذف الجدوى المربعة أو نقص منها غي هو كملاحظة أنه أعطاني تعبير شوية طويل إذن الطريقة اللي غادي نديره هو غادي ناخد هذا العدد هذا إلى الطرف الأيمان وبعد نرفع الكل أس اتنان وغادي نحصل على جدوى مربع x ناقص واحد على x تساوي x ناقص جدوى مربع واحد ناقص واحد على x الآن نرفع الطرفين أس اتنان غادي نحصل بنسبة الطرف الأيسر على x ناقص واحد على x تساوي بنسبة الطرف الأيمان وغادي نحصل على متطابقة الهامة التانية بعد النشر ديارة سنحصل على X أس 2 ناقص جوج في X في جدر مربع 1 ناقص 1 على X زائد هذا العدد 2 هي 1 ناقص 1 على X حيث X أكبر من أو تساوي 1 وهنا عندي ناقص 1 إلى X في طرفي المعادلة بمعنى عددان متقابلان والآن سنرجع جميع المجاهل إلى الطرف الأيسر وسنضرف ناقص 1 ونحصل على اكس اثنان ناقص اكس ناقص جوج اكس الجدر مربع واحد ناقص واحد على اكس زائد واحد تساوي صيفر ونعرفوا ان اكس عدد موجب قطعا بامكان اندخله داخل الجدر اذا سيرجع اكس اثنان ونحصل من بعد على اكس اثنان ناقص اكس ناقص جوج اكس سنضخلها داخل الجدر لتسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل A تساوي X أس 2 ناقص X حيث A أكبر من أو تساوي الصفر لأن X أكبر من أو تساوي واحد إذن معادلة اليوم ستصبح هي A ناقص جوج جدر مربع A زائد واحد تساوي صفر و هنا بإمكاني نعمل هالطرف الأسر بالمتطابقة الهامة الثانية و سنحصل على جدر مربع A ناقص واحد الكل أس 2 تساوي صفر هذا يعني أن جدر مربع A ناقص واحد تساوي صفر وبالتالي جدر مربع A تساوي واحد لفعنا طرفي هذه المعادلة الصغيرة أس 2 سنحصل على A تساوي واحد و منها لعودنا A بالقيمة ذي لها X أس 2 ناقص X سنحصل على X أس 2 ناقص X تساوي واحد إذن X أس 2 ناقص X ناقص واحد تساوي صفر ولحل هذه المعادلة سنعمل مميز المعادلة دلتا يساوي بأس 2 هي واحد ناقص ربعة A يعني ناقص ربعة في ناقص واحد في واحد هي زائد ربعة تساوي خمسة وبالتالي جدر مربع دلتا تساوي جدر مربع خمسة إذن المعادلة تقبل حلين الحل الأول X يساوي ناقص B بمعنى واحد ناقص جدر دلتا على جوج A بمعنى جوج أو X تساوي ناقص B هي واحد زائد جدر دلتا هي جدر خمسة على جوج A وكن أعرف أن X أكبر من أو تساوي واحد وبالتالي حل هذه المعادلة هو X يساوي واحد زائد جدر خمسة على جوج وما تنسوش الشراك في القناة الاحتياطية الثانية إذن إلى هنا ننتهي شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله